على مدار التاريخ اتسم التعاون المصري الكويتي بالقدرة على مواجهة الكثير من التحديات الدولية والإقليمية لو تحدثنا عن طبيعة هذا التعاون لتهديئة الأوضاع في المنطقة وماذا عن التعاون فيما يتعلق بالوضع في غزة؟ شوفوا الكويت ومصر فيما يتعلق بالشؤون السياسية وتعاطيهم مع الأزمات الدولية دائما يحطون نصب عيونهم ما نص علي ميثاق الأمم المتحدة في عدم تدخل في الشؤون الداخلية احترام سيادة الدول فهذا هو المنطلق ضيفي على ذلك أن الدولتين التقارب السياسي ما بين الغيادتين والشعبين الكويتي والمصري يجعلهم تكون رؤاهم متطابقة تجاه هذه الأزمات أو الأحداث الإقليمية أو الدولية كذلك على مستوى المنظمات الدولية والإقليمية راح تجدين أن دولة الكويت وجمهورية المصر العربية مواقفهم متطابقة إذا تعاطيهم مع مجمل الغضايا التي تطرح في هذه المنظمات فهناك تطابق وهناك انسجام سياسي ما بين الدولتين تجاه مأظم هذه الأمور وماذا عن الوضع في غزة؟ الوضع في غزة الكويت أعلنت طبعا وقوفها مع الحق الفلسطيني وكذلك مصر لكويت مشاركاتها في المنظمات الدولية والإقليمية أعلنت عن مواقفها في دعمها للقضية الفلسطينية لكويت منذ ما نشأت الأزمة هذه ومنذ الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين وهي ترفض هذا الاحتلال وتطلب بانجلاء هذا الاحتلال عن فلسطين مصر كذلك تبذل جهود جبارة في دعم أشقائها في فلسطين الاجتماعات التي تستضيفها مصر انخراطها في الشأن الفلسطيني يعني كدولة محورية في المنطقة مشاركاتها في اللجنة السوداسية مصر قادت الكثير من المفاوضات لصالح الأشقاء في فلسطين وهذا دورها كدولة محورية وعمق استراتيجي للدول العربية في المنطقة ترجمة نانسي قنقر